بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنستكمل مع بعض هذه المرة دروس توزيعات المعينة للأوساط الحسابية اللي انتهينا منهم المرة الماضية عند نظرية 7-5 نتحدث هذه المرة عن نظرية 7-6 عن التوزيعات المعينة للفروق بين المتوسطات المستقلة إذا تم اختيار عينتين مستقلتين المرة دي حيكون عندي عينتين حجمهم إنه واحد وإنه اثنين من مجتمعين كبيرين أو لا نهائيين سواء كان هذا المجتمع له توزيع منفصل أو متصل أو المتغير العشوائي الخاص به منفصل أو متصل بمتوسطي ميو واحد وميو اثنين وتبايني سجمة تربيع واحد وسجمة تربيع اثنين فإن التوزيع العيني لفروق المتوسطات إكس بار واحد نائس إكس بار اثنين يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط وانحراف معياري كالتالي ميو إكس بار واحد نائس إكس بار اثنين أي متوسط الفرق بين متوسطي عينتين إكس بار واحد نائس إكس بار اثنين حيساوي ميو واحد الخاصة بالمجتمع الأول نائس ميو اثنين الخاصة بمتوسط المجتمع الثاني بينما لانحراف المعياري سجمة إكس بار واحد نائس إكس بار اثنين هيكون عبارة عن الجزر التربيعي لسجما تربيع 1 على n1 زي سجما تربيع 2 على n2 وبالطبع كلنا عارفين انه اذا اردت ايجاد التبايم سجما تربيع لx بار 1-x بار 2 كل ما علايا اعملوا انه اشيل الجزر التربيعي هيكون سجما تربيع 1 على n1 زي سجما تربيع 2 على n2 هذه القيمة مربعة وبالتالي لما وجدت الصيغة وجدت فيها موجب مش ممكن أبدا تربيع يأتي بإيه بسالب ونحصل على المتغير العشوائي Z الذي يتبع التوزيع الطبيعي القياسي من العلاقة عن طريق أخذ X bar 1x bar 2 وطرح 101-102 المتوسط منها والقسمة على الانحراف المعياري الجزر التربيعي لسجما تربيع 1 على N1 زائد سجما تربيع 2 على N2 ناخد مع بعض مثال ينتج المصنع A عندي مصنع A بطاريات سيارة لها متوسط عمر 3.5 بانحراف معياري 45 من 100 سنة بينما ينتج المصنع B نفس البطاريات بمتوسط عمر 3 و 3 من 10 سنة بنحراف معياري 0.3 من 10 سنة المطلوب ما هو احتمال أن العينة عشوائية من 30 بطارية من المصنع A يبقى دي N1 يكون لها متوسط عمر على الأقل يزيد ب4 من 10 سنة عن عمر عينة يبقى دي N2 من المصنع B هذه العينة بتساوي 36 المجتمع الأول أو الجزء الأول من هذا التمرين يحتوي على N1 ب3.5 سجما 1 ب0.45 أردنا كتابتها في صورة التباين فخلناها سجما 1 تربيع وبالتالي وضعنا على 45 من 100 تربيع بينما في المجتمع الثاني ميو 2.3 من 10 سجما تربيع 2 0.3 تربيع تم سحب عينة من المجتمع الأول N1 ب30 من المجتمع الثاني N2 ب36 هو عايز هنا احتمال إذن يبحث عن البي أن يزيد X بار واحد المتوسط الأول عن يبقى ناقص X بار 2 بقى دي إيه يزيد؟ أكبر من يزيد بقى 4 من 10 نشوف مع بعض طريقة الحل التوزيع العيني لفروق المتوسطات X بار 1 ناقص X بار 2 يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط ونحراف معياري زي ما احنا عارفين ميو X بار 1 ناقص X بار 2 بيسوي ميو 1 ناقص Mue 2 أي 3.5 ناقص 3.2 من 10 سوي 0.2 الحراف المعياري للفرق بين X بار 1 ناقص X بار 2 سوي سجما تربيع 1 على N1 زي سجما تربيع 2 على N2 تحت الجزر لما نحسب القيمة على الآلة حلاقيها بتسوي 0.096177 وبالتالي المتغير العشوائي أقدر أحصل عليه عن طريق أخذ قيمة X بار 1 ناقص X بار 2 اللي هي كانت عبارة عن 4 من 10 لأنه عايز الفرق يزيد عن 4 من 10 فاحنا حنحول X بار 1 ناقص X بار 2 إلى Z عن طريق طرح المتوسط اللي كان عندي هنا لما حسبناه بـ 2 من 10 على الانحراف أو الجزر التربيعي لسجما تربيع 1 على N1 زي سجما تربيع 2 على N2 اللي كان عندي الناتج فيه زي ما شفنا 0.096177 الناتج النهائي لـ Z حيساوي 2.8 من 100 نوجد احتمال إنه Z تكون أكبر من 2.08 من 100 لو حبينا نرسم الرسمه بتاعت المتغير الطبيعي القياسي من هنا 0 هنا 2.08 نبحث عن القيمة أكبر من إذن سنأخذ نص المساحة بالكامل على يمين الصفر ثم نطرح منها المساحة المستخرجة من الجدول من 0 إلى 2.08 وكلنا عارفين إن إحنا وإحنا بنعمل عملية البحث عن 2.08 هنروح أمام 2.0 أسفل 8 من 100 القيمة كانت 0.4812 لما طرحناها من النص طلع عندي الناتج 0.088 0.088 0.088